في أحد مختبرات جامعة البوليتيكنيك الفيدرالية في مدينة لوزان السويسرية ابتكرت مجموعة باحثين طريقة تعتمد فحصا سريعا لتحديد ما إذا كان الشخص مصابا بفيروس كورونا أو لا خلال عشر ثوان الفحص يعتمد على نوعية وذبذبات صوت سعال الشخص من خلال تطبيق على الهاتف الذكي أو الحاسوب المتنقل عمل الباحثان على اختراع وتطوير طريقة الفحص هذا منذ ارتفاع حدة الوباء في أوروبا أي في فارس الماضي فثلثة أعراض الإصابة بكورونا تبدأ بالسعال لدى الأشخاص سيكون هذا التطبيق في متناول الجميع بشكل مجاني ما يتيح المجال للجميع لفحص نفسه بنفسه بشكل يومي لمعرفة إذا ما كان مصابا بفيروس كورونا أو لا والحصول على النتيجة بثوان معدودة فهذا قد يكون مفيدا لمن يود السفر وصعود على متن الطائرة للتحقق من فاعلية التطبيق ومدى اعتماده من التواقم الطبية مستقبلا قصدنا مشفى مدينة لوزان الفيدرالي للقاء البروفيسور فليب ريفلان أحد أهم أطباء الشطر الفرنسي السويسري نتعاون في المستشفى الفيدرالي هنا في لوزان مع هؤلاء المخترعين بشكل دائم لإثبات فعالية اختراعاتهم على المصابين وذلك بتجارب سريرية ما يمكننا من مقارنة النتائج البيولوجية ونتائج التطبيقات التكنولوجية أثبتت التجارب العلمية أن 85% من طريقة الفحص هذا ناجعة وأن هذا المختبر في طور الانتهاء من إصدار أول نسخة منها قبل نهاية هذا الشهر ما يمكن حامل عوارد فيروس كورونا من فحص نفسه بنفسه دون الخروج من منزله فذبذبات صوت سعالة ترسل عبر التطبيق إلى المختبر لفحصها ليث بزاري العربية لوزان سويسرا